في ظل التعقدات الكتيرة جداً في أندية في مصر دلوقتي عندها قوة شرائية كبيرة هل دخلت نادي الأهلي دخل في لاعب ضد هذه الأندية وخدوا منهم؟ آه حصل 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 طبعا مين؟ بص من غير نظر عن الأسماء أنا أقول لك المبدأ برضو العام بتاع شكل العقود في الصناعة المصرية دلوقتي نحن النهاردة العقود كانت مثلاً سي كانت بتوقف عند رقم معين في آخر ثلاث سنين العقود بقت أكتر من الضمل فالنهاردة أنت كان نادي أهلي النهاردة في الأول عشان تنافس كان لازم تأتي الرقم يعلى لحتة مناسبة عشان تعرف تكون رقم واحد زي ما أنت موجود على طول فالنهاردة الفكرة كلها إحنا النهاردة النادي الأهلي هو خليها وقعين هو زي مالكو بيراميدز أكتر أندي بيدوا فلوس في دور مصر والأهلي معهم المفروض الأهلي أقل من زي مالكو بيراميدز عشان الأهلي عندنا سقف في المرتبات في العقود وفي نفس الوقت مش أبشن أن فيه لعيب يعدي لفلوس يعني الرقم ده يعني ما فيش لعيب يبقى عارف أنه وجاء نادي الأهلي وحياخد أكتر من الفئة الأولى مستحيل من سبع مستحيلات ففي الآخر إحنا كنادي أهلي النهاردة لما يكلم لعيب بيكون اللعيب ده النهاردة مسلاً سي جاي له من أكس خمسة جنيه إحنا ندينه مثلاً ثلاثة جنيه فمقصدي ثلاثة ونص هو جاء شديد الأهلي فلازم ده دورنا كليدي نحن بقى نخمعه فيه لعيبة أهلوية يكون لدينا عندهم مقفولة يعني واحد زي كريم فوقت ده مثلاً ده ما فيش ده ما هو وعيلته كلها عيلة أهلوية مرعبة حسين الشحات مثلاً الموضوع عنده مقفول أفشة موضوع عنده أفشة كان عنده إغراءات مالية مرعبة أنا عارف القصة تعتفش التحديد بالضبط مرعبة وفي الآخر لأهو كان نرى أنه يبقى لا أنا أريد أن أذهب للأهلوية وخد أقل مما كان بيأخد في فيرامدز ده حقيقة أميل بس الكلام ده أنا عارف الحقيقة لكن هل ده حقيقة لأن الناس بتقولك بتقولوا كده بس عشين طرقوا على التلفزيون وفي خناة الأهلي ما أنا أقول لك فيه لعيبة ده بيكلموا كده صراحة وفي العيبة تانين هو راجل أكل عيشه وراجل محترف واحد عدت ساعة واثنين فهذا نرده بتحاول بقيت بتتكلم معي في حتة النادي الأهلي وأن أنت المطلاط والإعلانات والإمج نفسها مختلفة فبيكون فيه لعيبة تقتنع بالقصة دي فكل واحد دي حسب قناعته عامل إزاي تتكلم معي بس لقى فيه لعيبة طبعا لا موضوعا ده فيه لعيبة أهلوية فيه لعيبة زمالكوية برطو ما أشعر بقى فهم أصلي يعني أنت طبيعي بالضبط العيبة يكون أهلاوي هو بيحبنة الأهلي وعزي العفل موضوع مقفول خلاص